من الكلمات اللي أول ما بنشوفها إحنا السيتات على السوشيال ميديا أو في أي مكان بتلفت نظرنا على طول هي كلمة سكين كار وطبعا لأننا بنحب جدا نهتم بصحة بشرتنا لكن المشكلة أن بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة ما بقيتش متوفرة زي الأول وحتى لو متوفرة ممكن تبقى أسعارها غالية جدا دفعتنا النهاردة حاولت أنها تحالي المشكلة دي وأنها تستبدل المكونات اللي بنلاقيها في الكريمات المستوردة بالحاجات الطبعية وطبعا أحيانا كمان بتستخدم الحاجات المنبرة لكن أكيد هيكون أفضل كتير جدا لو عرفنا وأخدنا منها تيبس عن الحاجات اللي هي بتستخدمنا خلينا نشوف الفيديوز بتاعتها بتحقق إزاي نجاح كبير قوي على السوشيال ميديا لكن الأول من ورانا في السوديو خبيرة التجميل سارة صعبة إزايك يا سارة؟ هاي إزايك؟ عملا إيه؟ الحمد لله تمام إزاي بتديت يا سارة؟ أول سؤال لازم أسأله لك أنت إيه اللي خلى الموضوع عسيسا يدخل في المال؟ بوسي أنا ابتدت يعني بالصدفة يعني كايندوف بالصدفة كنت يعني بعد ما خلفته كنت قاعدة في البيت في الفترة دي ما كنتش بشتغل ابتدت أجرب حاجات على نفسي موجودة عندي في البيت أوكي فزي ما بيقولوا DIY أو do it yourself أعمليها بنفسي؟ أعمليها بنفسي بالضبط فابتديت أعمل حاجات مسكات في البيت أستعمل زيود طبيعية أقرأ كتير على النات وأحاول أفهم إيه اللي بينفع البشرة الدهنية إيه اللي بينفع البشرة الجافة إيه اللي ممكن أستعمله حاجات طبيعية عشان الحبوب بدل ما مثلا أستعمل كرام موجود في الصيدليات يكون فيه كاميكلز مثلا بس مرة في مرة ابتديت أستعمل الإنستجرام بتاعي كأنه personal blog وابتديت يعني أبتدي حط الأفكار أو الحاجات اللي أنا بجربها في البيت لقيت رد فعل كويس قوي من الناس أصحابي ولقيتهم ابتدوا يشجعوني وابتدوا يشجعوني طب ليه صار ما تعمليش الحاجات دي في البيت ونبتدي نجربها منك طب ليه ما نجلكيش وتعمل لنا المسكات مثلا اللي أنت بتكتبي عليها صحباتهم بأو عزيني استفيله وابتدينا كده فعلا الموضوع في البيت وابتدوا يجولي ونجرب مع بعض ودي تقولي أنا لقيت ده كويس ده مش عارفة حسيت أنه فعلا التكركم فتح لي تحت عناية مش عارفة الموز لما استعملته حسيت أنه هو شد بشرتي العسل مش عارفة فابتديت كلنا تربينا على الزبادي بالعسل بالضبط يعني كلنا في بيت أهلينا وجدتنا ومش عارفة إيه كلهم كانوا بيعملوا الحاجات الوصفات الطبيعية دي وفيه عندك في بلاد كتيرة قوي في شرق أسيا وفي حتة مختلفة يعني عندهم الثقافة دي وكمان عارفة دلوقتي مع الكاميكالز الكتير اللي بقت موجودة حوالينا في كل حاجة فيه ناس كمان لما يعني بيتعرضوا لحالة صحية مثلا بيبقوا خايفين أنهما يستعملوا أي حاجة ممكن تضرهم فبيحبوا يروحوا للحاجات الطبيعية ده مش معناه أنه احنا بنستغنى عن الحاجات البروفيشنال الفارماسوتيكل اللي موجودة يعني في برانس الحاجات الموجودة في برانس جوة الصيدلية تتبيع زي ما هي بالضبط أو فيها انجريديينتز اكتف احنا أو يعني ما نقدرش نستبدلها أو نستغنى عنها بس وبعد كده مرة في مرة ابتديت طب أنا عايزة نمي الموضوع ده طب أنا عايزة أدرس الموضوع ده طب أنا عايزة تتيكت يعني أخدها مرحلة تانية مرحلة تانية أكبر فسافرت تايلند رحت أكاديمي هي من أشهر الأكاديميات العناية بالبشرة والسبا يعني كل الفاسيليتيز وكل الخدمات بتاعت السبا في بانكوك رحت أعطي ثلاث أسابيع أخدت الكورس ولما رجعت ابتديت ستاب باي ستاب وحظي كان حلو أن أنا كان عندي ناس أصحاب دكاترت جلدية وكانوا بيفتحوا المكان بتاعهم الجديد طلبوا مني أن أنا أبقى معاهم طبعا استفدت منهم جدا لأنني تعلمت حاجات أنا عمري ما كنت متخيلة أن أنا ممكن أبقى يعني إكسبوز ديها أو أقدر أشوفها وأتعلمها وأجربها واستمرت من هنا وطبعا لازم طول الوقت الواحد ياخد ويركشوبس وياخد كورسات ويرش عمل بالزبط أنه هو يكبر الموضوع ده ويناميه فبقيت بستعمل حاجات طبيعية وطبعا بستعمل براندز بروفاشنال في الشغل بتاعي